يا محمد أنا بشوف إنه واحدة من أهم اللقاطات ويمكن من حسن الحظ إن فيه يعني تقارب في الفترة الزمنية ما بين المونديال بتاع المنتخبات ومونديال الأندية الاثنين اللي اتلعبوا على بعض يمكن بفرق زمني بسيط جدا بالضبط يوضح لك قد إيه أهمية الرياضة عموما يعني في التقارب بين الشعوب اللي احنا شفناه من الشعب المصري كله على كل المستويات في مسندة المنتخب المغربي في المونديال وتأثير ده على مسندة المغربة والرسائل اللي جاء على السوشال ميديا في مونديال الأندية يقولك إنه واحدة من أهم أدوات التأثير والتقارب بين الشعوب هاي الرياضة وإدراك المسؤولين في النادي الأهلي والمشاهد اللي احنا شفناها بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤولين برئاسة كابتن الخطيب طبعا وفوزي لغجع رئيس الجامعة المغربية على الشاشة هي معانا اللقاطات الخصرية ده بيعكس قد إيه إن دور الرياضة دور مهم ولابد كمان إنه يبقى فيه تقدير كبير رغم حساسيات المنافسة أنت بتكلم على دولتين كبار جدا في كرة القدم في أفريقيا أندية ومنتخبات دير بالشمال دايما فيه حساسيات في المنافسة لكن هذا التقارب هو واحد من أهم الأهداف اللي ممكن أن الرياضة تحققها وتعمل عملية التقارب بين الشعوب وده اللي شفناها الحقيقة بيننا وبنأشققنا في المغرب في الفترتين دول أهم ما يميز كمان هذه الزيارة الأمين العام للاتحاد الدولي فيفا السنغالية فاطمة صمورة كانت تباودة كمان على رأس الوافد وكمان عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية ده إن دال على شيء بيدل التقدير الكامل والكبير لمسؤولي الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي لقيمة ومكانة الأهلي على المستوى للقر وعلى المستوى الدولي وإن كنت شايفين قدامكم على الشاشة يمكن بعض اللقاطات الخاصة والحصرية اللي كانت انبارح التقدتها بعثة أو كاميرا قناة النادي الأهلي هذا الاجتماع الخاص بقى ما بين فوزي لكجع رئيس الجامعة الملكية مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة يمكن زي ما نشايفين أحاديث بقى عن مشاركة الأهلي تواجد الأهلي في البطولة وبالمناسبة الأحاديث دي مستمر منذ فترة يعني أكيد تقدير كبير جدا من مسؤولي المملكة للنادي الأهلي وعلى فكرة ده كمان بيبقى فيه رد فعل النهاردة حتى النادي الأهلي كان بيشكر سيد فوزي لكجع على حضوره لمقرر البعثة ومسندته للفريق على مستوى التجربة مما لا شك فيه وبدون تحيز مش إحنا عشان على شاشة النادي الأهلي أو منتمين للنادي الأهلي لكن تجربة النادي الأهلي في تحقيق التفرع على كل المستويات هي محل احترام وتقدير ومصدر الهام لكتير جدا من الأندية على مستوى قارة أفريقيا ومش هبالك كمان لو قلت على مستوى الوطن العرب